الشاي هو مشروب شهير وشائع يصنع عادة من أوراق نبات الشاي الشاي الأخضر، الشاي الأسود، الشاي الأبيض، الشاي الأصفر وهو يعتبر أحد أكثر المشروبات شعبية واستهلاكا في العالم إليك بعض المعلومات العامة عن الشاي واحد، أصل الشاي يعتقد أن نبات الشاي، الشاي الذي نشربه، موطنه الأصلي في جنوب الصين وشمال شرق الهند اثنين، أنواع الشاي هناك أنواع مختلفة من الشاي تعتمد على كيفية معالجة أوراق الشاي من أشهر أنواع الشاي، الشاي الأسود، الشاي الأخضر، الشاي الأبيض، والشاي الأولونغ، والشاي الأصفر ثلاثة، فوائد الشاي يعتبر الشاي مصدراً جيداً للمضادات الأكسدة والمركبات النباتية الفعالة التي يعتقد أنها تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب والسكرية وبعض أنواع السرطان أربع، تأثير الشاي على الصحة على الرغم من فوائده الصحية، يجب تناول الشاي بانتباه نظراً لاحتوائه على الكافيين الذي يمكن أن يؤثر على النوم والهضم ويسبب القلق لدى بعض الأشخاص تاريخ اكتشاف مشروب الشاي يعود إلى الصين قبل آلاف السنين حسب الأسطورة الصينية، فإن اكتشاف الشاي يعود إلى الإمبراطور شين نونغ الذي عاش في الصين في القرن الثالث قبل الميلاد وفقاً للأسطورة كان الإمبراطور يسخن ماء له للشرب ثم وقعت أوراق شجرة الشاي التي تنمو في المنطقة داخل إناء الماء وبدأت تنبت لتعطي مذاقاً لذيذاً ورائحة جميلة على الرغم من أن هذه القصة قد تكون أسطورية إلا أن الشاي كان مشروباً شعبياً في الصين منذ زمن بعيد تم تداول الشاي عبر طرق التجارة القديمة مما ساهم في انتشاره إلى مناطق أخرى من آسيا ومن ثم إلى العالم من المعروف أن زراعة شجرة الشاي وتحضير أوراق الشاي وتقديمها كشراب شاي بدأ في الصين ومن هنا انتشر الثقافة شرب الشاي إلى باقي أنحاء العالم بما في ذلك الهند واليابان والعالم العربي وأوروبا بشكل عام تطورت عادات شرب الشاي وطرق تحضيره عبر العصور لتصبح متنوعة ومتعددة الأشكال وأصبح الشاي أحد أكثر المشروبات شعبية واستهلاكاً في العالم بأسره هل أنت من محبي شاي؟